ثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الدورة الفاعلة لمركز إبداع مصر الرقمية كيريتيف أسوان ومثيله في أنحاء الجمهورية وذلك لدوره في إعداد كوادر رقمية وتمكينها من الحصول على فرص عمل متميزة جاء ذلك خلال جولته بمحافظة أسوان التي تشمل عددا من المشروعات الخدمية والتنموية كما تفقد مدبولي المعامل التكنولوجية المتطورة بمركز إبداع مصر الرقمية بأسوان ومن بينها معمل لطباعة ثلاثية الأبعاد حيث طلع على الأنشطة والبرامج التدريبية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمركز والتي تستهدف توفير التدريب التقني وتنمية مهارات المهنيين المستقلين وتحفيز الإبداع الرقمي وريادة الأعمال